فكرة ان مطرب يعمل اغنية وكسر الدنيا ممكن تحصل عادي لكن المفاجأة ان ده مش بس اللي يخليه كون نجم ومن هنا ظهر عندنا لقب مطرب الاغنية الوحدة كتير جدا مطربين بيعملوا اغاني بتحقق ارقام قياسية سواء في البيع او كاسد او الفيوز في فترة السوشال ميديا دي وبنتفاجئ بعد كده ان هم مش قادرين يكملوا او مش قادر يعلي عن نجاح اللي هو عمله في الاول فالناس بكون مستنية منه يعمل اغاني اقوى وده بيكون تحدي صعب وعندنا بدل الدليل عشرة للمطربين عملوا اغاني قصرت الدنيا وبعد كده اختفوا ومحدش عارف هل هم حابين يكملوا ولا مش قادرين من اكبر المطربين اللي عملوا اغنية وقصرت الدنيا الفنان علي حميدة عمل اشهر اغنية في التمانينات اغنية لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 لولاكي محبي ومن بعدها للأسف مقدرش يكمل تاني عمل فيلم بنفس اسم الاغنية وبرضو ما نجحش وما سمعناش عنه تاني الا في اخر ايامه وعندنا كمان تجربة حمدي باتشان مطرب شعبي ظهر في اواخر التمانينات وعمل اغاني شعبي كتير لكن اللي نجحت وقصرت الدنيا هي ايه يا راجل انت ده ايه اللي انت عامله ده عايب عليك في السن ده يطلع منك كل ده كلمني فهمني كلمني كلم كلم كلمني عمل اغنية ايه الاساتوك ده ومن بعدها اختفى باتشان وما حدش عارف ايه السبب لكن مؤخرا بدأ يظهر في اعلانات وبرضو بيغني اغنية الاساتوك ومن المطربين اللي عمل اغنية واحدة كريمة بوزيد عمل اغنية لون شارك وبتغيري لون عينك ولا عرفتو ايه اسهل حاجة عندك تقولي بحب وتنسي قلتها ليه وناس كتير حبت الاغنية دي ومن بعدها معملش اغاني تاني لكن بقى يظهر كممثل وعندنا تجربة المغني هيسم سعيد عمل اغاني كتير لكن اكتر اغنية نجحت هي هم ملهم بينا يا ليل ليه شغلهم شؤنا اللي واخدنا يحصدونا ومالو يا ليل اللي غيرا منا يقلدنا ده غير اسماء مطربين لبنانيين كتير جدا ظهروا في فترة الالفينيات واختفوا بعدها منهم ايوان وقلين خلف وماريا ودانا وجمانا ملاح وكمان عندنا كاتيا حرب اللي كانت بتغني اغنيت هذا قد الحب بحبه وانا بنسى الدنيا في قربه وبحس ان انا مخلوقة عشانه هو ده غير مطربين كتير اصواتهم حلوة عملوا اغاني كتير الناس حبتها وبرضو حالان اختفوا زي شندو وعصام كاريكا وريكو جواهر ومنهم اللي سابقى غاني لها باصمة قوية زي شايماء سعيد اللي لسه بنفتكر لها اغنيت ولسه اللي يالي بتدور عليك وانا يا يغالي لسه بتنديك وعندنا كمان شرين واجدي في اغنيت كل ده وليلة غفران في اغنيت اسهل هالك ما بقتش مرتاح معك ولا مرتاح لك كمان لو افتكرتوا معايا دوتو بين مطربتين كان مشهور جدا وتوقعنا اننا نسمع اسمهم كتير زي منا والنهلة لما عمل اغنيت احكيلي وفتفضيلي مالك زعلانة ليه زعلانة على اللي سابنيه وبموت من شوقي ليه ومن بعدها محدش عارف منا ونهلة روحوا فين ده غير امتي ام برضو عمله اغني حلوة جدا زي اغنيت امي مسافرة وهعمل حفلة وحاليا برضو مش ظهرين على الساحة كمان دوتو انتشر في الالفينيات لكريم وشادي اغنيت متل ومش علي يا حبيبي متعاتبنيش كنت عايز حاجة تصباري تخلينا عيش والاغنية نجحت جدا وكمان قرروا التجربة وعملوا اغنية طب يلا مع السلامات وشو فيلك حد غير امتي عملت خير ما لقيتش غير وحده ونكر خير واخيرا فيه مطربين حاليا الناس بيتموم انهم مش هيقدروا يعملوا اغاني نجحة تاني وانا مش عارفة الحقيقة هل ده ظلم من الجمهور ولا فيه مؤشرات لده فعلا من ضمن المطربين دول ابوا بعد ما عمل اغنية امتي الحبي طال قلبي ولا في الخيال عودك ده فيه تقال موا وحققت اغنية ثلاث داية اكتر من نص مليار مشاهدة على اليوتيوب وعندنا كمان مصطفى شوقي لاغنية درهان على حطف طوب وانشأناك سهم وخايف يا ملطشت القلوب يا جلاب المصايم وانتو مقولونا مين المطرب اللي لسه بتفتكروه لسه بتسمعوله اغاني ونفسكم يرجع تاني